السلام عليكم اليوم سوف نرى كيف تقوم بالتسجيل في منصة دي جي فاينيكس هذه المنصة الخاصة بالتداول رأيتها البارحة فأحببت المشاركة فيها كذلك سوف أقوم لاحقا بالتداول عليها الشيء الجميل في هذه المنصة أني وجدت هنا أنه تقدم لك 2 دولار عندما تقوم بالتسجيل إذن سوف نقوم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بنا هنا بعدها نقوم بالضغط على سين أب على حسب قول هذه الموقع أو هذا الموقع وهذه المنصة أنها تعطينا 2 دولار من أجل التسجيل كهدية إذن سوف نتوجه مباشرة الشيء الجميل في هذه المنصة أن بها اللغة العربية كما نرى يعني أغلب المنصات الخاصة بالتداول لا تحتوي اللغة العربية نقول أغلب لا نقول الكل ولكن أغلب سوف تقوم ب نعود هكذا نعم كما ترون تقوم بالضغط في هذا المكان هنا بعدها تقوم باختيار اللغة من هنا كما ترى سوف تصلك هنا عالم الدولة تقوم باختياره تقوم بالنزول سوف تجد اللغة العربية سوف تجد اللغة العربية قم بالضغط عليها مباشرة الموقع سوف يتحول إلى اللغة العربية كما ترون هنا كما قلت لكم الموقع يتحول مباشرة إلى اللغة العربية مستقر وآمن شراء التشفير بكل سهولة يكون هناك بجانبك دائما يعني سيبورت أو الدعم كما ترون هنا أنشطة وفيرة بالنسبة إلى الأشخاص يعني أكثر من أربعة مليون شخص مسجل في هذه المنصة كذلك هنا المرتبة أعلى عشرة كما ترون المرتبة أعلى عشرة على طريقة سيولة والحجم كذلك سبعة أيام على أربعة وعشرون ساعة في اليوم آمن ومستقر كما ترون بالنسبة إلى هذه الأشياء حول هذه المنصة كذلك لديها تطبيقات على جوجل بلاي أب ستور كما ترون أب ستور كذلك أوندرويد ستار غالكسي وكما ترون هنا هذه الشركة الأخرى إذن تلقى نظر هنا تلقى مكافأة تسجيل إثنان دولار إذن أنا سأستخدم اللغة الإنجليزية للتسجيل في هذه المنصة صراحة والفت الإنجليزية هكذا سوف أقوم بالضغط على إنجليز يمكننا الإكمال باللغة العربية إذا أردت ذلك إذن سوف نقوم بإكمال باللغة العربية نقوم باختيار اللغة العربية حتى يسهل عليك الأمر إذن نقوم بالنزول نقوم بإدخال البريد الإلكتروني في هذه المنطقة هنا نقوم بالضغط هكذا ونقوم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص من هكذا كما ترون بعدها نقوم بالضغط على اشتراك نقوم بالضغط على اشتراك كما ترون مباشرة ينقلنا إلى هذه الصفحة كما ترون بريد إلكتروني يعني نحن سوف نقوم بالتسجيل عن طريق البريد الإلكتروني نقوم باختيار هنا كما ترون ادخل بريدك الإلكتروني بعدها قوم بالضغط في هذا المكان الحصول على الرمز سوف يأتيك رمز على البريد الإلكتروني إذا قمت باختيار الهاتف سوف يأتيك على الهاتف نحن دائما نقوم بالتسجيل عن طريق البريد الإلكتروني بعدها سوف نقوم بهذه العملية مع بعض بعدها تقوم بإدخال كلمة المرور كما ترون هنا هنا تعيد كلمة المرور بعدها توافق على الشروط والأحكام بعدها تقوم بالضغط على يقدم سوف نقوم بهذه العملية مع بعض الآن نقوم بإدخال البريد الإلكتروني في هذه المنطقة هكذا قمنا بإدخال البريد الإلكتروني نقوم بالضغط على الحصول على الرمز نقوم بحل هذه البازل هكذا نقوم بسحب أنظر تقوم بسحباته على هذه المنطقة حتى تكمل الصورة تم التحقق منها تم إرسال رمز التحقق كما ترون هنا إلى البريد الإلكتروني ولدينا دقيقة لإحضار ذلك الكود نتوجه مباشرة إلى البريد الإلكتروني الخاص بنا هكذا نقوم بالدخول وإحضار الرمز نقوم بتحديث الصفحة كما ترون وصلتنا رسالة من دي جي فينيكس هكذا دي جي فينيكس نقوم بنسخ هذا الكود كما ترون هذا هو الكود نقوم بنسخه هكذا وبعدها نعود إلى المنصة نقوم بإدخال الرمز هنا نقوم بإدخال الرمز بعدها نقوم بكتابة كلمة أسر قوم بكتابة كلمة سر قوية على سبيل المثال هكذا جي ايف يعني كلمة سر قوية كذلك اختر رمز وقوم باختيار كذلك أحرف كبير على سبيل المثال يعني حتى تكون كلمة سر قوية هكذا على سبيل المثال يعني كلمة سر تحفظها تكون قوية قوم بإعادتها نفسها في هذا المكان هنا هكذا وبعدها هكذا انظر بعدها قوم بالضغط في هذا المكان هنا أوافق على الشروط والأحكام بعدها مباشرة انظر نعم هذه الصفحة الأخيرة بعدها مباشرة قوم بالضغط على يقدم نقوم بالضغط على يقدم كذا حتى تهانينا لقد سجلت بنجاح لقد قمنا الآن بالتسجيل داخل هذه المنصة سوف نقوم بالدخل إلى الحساب الخاص بنا كما ترون تم تسجيل سوف نقوم بالضغط على حفظ حتى لا نعود كل مرة ونقوم بكتابة كلمة السر كما ترون تم إنشاء الحساب بشكل ناجح تماما تظهر لنا من هنا تسجيل الخروج سوف نقوم بالضغط في هذا المكان حتى نرى الحساب الخاص بنا كما ترون هذه الأشياء يشتري سوق تجارة الآن قمنا بالتسجيل داخل هذه المنصة كما ترون يمكنك كذلك تحميل التطبيق الخاص بهذه المنصة من هذه المنطقة تقريبا هذا كل شيء سوف نقوم بالضغط على يشتريها كما ترون يمكنك شحن المنصة من خلال هذه الطرق كما ترون لديك الفيزا وماستر كارد وبي إلى ما غير ذلك من الطرق كذلك يمكنك شحن هذه المنصة من خلال يعني من خلال إداءة عن طريق منصة أخرى من خلال إداءة عن طريق منصة أخرى نقوم بالضغط على الحساب الخاص بنا حتى نرى نعم نقوم بالرجوع يعني قمت بالضغط في مكان خاطئ ربما صراحة اعتدت على الموقع باللغة الإنجليزية لهذا يصعب علي بعض الشيء الأمر سوف أقوم بالضغط في هذا المكان على اللغة حتى أقوم بتغيير اللغة كما ترون عندما أقوم بالضغط على اللغة فلا يظهر لي شيء إذن سوف أقوم بالرجوع إلى تلك الصفحة الأولى التي قمت بالتسجيل منها هكذا أقوم بالرجوع نعم في هذه الصفحة سوف أقوم بتغيير اللغة كما ترون أقوم بالضغط على اللغة هكذا أقوم باختيار الإنجليزية حتى نرى بعض الأشياء كما ترون تم تحويل الموقع إلى اللغة الإنجليزية سوف نقوم بالضغط من هنا حتى نرى هكذا بعدها قم بالضغط على تريد على سبيل المثال حتى نرى منصة التداول كما ترون هذه المنطقة منطقة التداول يمكنك الإيداع سوف نتطرق إلى ذلك في حلقة قادمة إن شاء الله كما ترون من هنا لدينا بلانس كما ترون بلانس يعني الرصيد الذي لديك إذن كما ترون لقد أطالت كثيرا هذه الصفحة سوف نقوم بالرجوع إلى الصفحة الرئيسية نقوم بالضغط من هنا نقوم بحزف كل هذه نقوم باختيار الموقع الرئيسي هكذا .com.digifenix حتى نعود إلى الصفحة الرئيسية سوف نعود إلى الصفحة الرئيسية كما ترون هذه الصفحة الرئيسية إذن في الحلقة القادمة سوف نتطرق إلى باقي التفاصيل من كيفية الإيداع كيفية السهب إذا كان هناك عملية توصيق لهذه المنصة سوف نقوم بتوصيقها في الحلقة القادمة كذلك سوف نقوم بتحميل هذا التطبيق نلتقي في الموضوع آخر السلام عليكم